موسيقى مساء الخير زمان وإحنا صغيرين لما كنا بنلعب أتاري ومحاولتنا بتخلص قبل ما نوصل للنهاية اللعبة كان بتنتهي ويتكتب على الشاشة Game Over وده علمنا إن حتى في الألعاب والتسلية مفيش حد عنده رصيد مفتوح عشان يعمل كل اللي هو عايزه من غير نهاية وإن أنت قدامك أكتر من محاولة يتستغلهم صح لحد ما توصل لهدفك ويتكتب لك على الشاشة إيه Congratulations أو مبروك يا كل حاجة تهدت ويتكتب لك Game Over وده اللي حسيته لما قريت رسالة حياة بطل القصة حقيقية النهاردة اللي وصلت مع مامتها لمرحلة Game Over مامتها هي اللي ضيعت رصيدها وخلصت كل محاولاتها على الفاضي لحد ما حياة وإخوتها قفلوا منها تماماً وبقوا مش قادرين يفتحوا معها صفحة جديدة طب إيه اللي عملته الأم عشان توصلهم لمرحلة دي؟ تعالوا نشوف حياة بعد وكل يوم خناءات وكان أهل بابا بيتدخلوا أحياناً عشان يصلحوا ما بينهم وساعات تانية هم اللي كانوا بيتصلحوا مع نفسهم ويفضلوا يتعدبوا على اللي حصل ويوعدوا بعض إن اللي حصل مش هيتكرر تاني بس بردو كانوا بيرجعوا يكرروا عادي جداً ولكن عمل مشاكل إن ماما من اسكندرية وبابا من الصعيد ورغم إن ماما وفقت من البداية إنها تسيب اسكندرية وتيجي تعيش مع بابا فأسيوت لكن بعد فترة بسيطة من الجواز زهت وتعبت وكانت مصممة إنها تسيب الصعيد وترجع على اسكندرية تاني واستأهلها وصحابها والناس اللي تعرفهم خصوصاً إن طبيعة الصعيد زي ما أنتوا عارفين مختلفة تماماً عن اسكندرية وكذا مر ماما تقترح على بابا إننا نروح نعيش في اسكندرية زي صعيدة كتير سابوا بلادهم رحوا اشتغلوا في المقاولات وفي مجالات تانية وكبروا وبقوا أكبر البلد بس أبويا ما كانش موافق على العيشة في اسكندرية نهائي كان دايماً يقول لها أنا أهلي وعزوتي هنا في أسيوت ومش هسيب البلد أبداً وإنتي كنتي عارفة وموافقة من الأول ومغصبتكيش على حاجة المهم فضلت الخناقات والمشاكل دي بينهم على مدار تسع سنين جواز اللي نباد فيه نصبح فيه أنا وإخواتي لحد ما بابا بلغ ماما في يوم إنه جاله شغل في ليبيا وبعد ما سافر أمي أخدتنا أنا وإخواتي على اسكندرية وجابت شقة هناك وقعدنا فيها يعني مامتك سافرت من وراه عشان تحطه قدام الأمر الواقع وتكبره يرجع يعيش في اسكندرية زي ما كانت عايز طب ماشي ما عملتش حساب بقى لما يرجع من الصفر هيكون رد فعله إيه ما خافتش من رد فعله تعالوا نكمل ونشوف إيه اللي حصل رحنا اسكندرية بس كنا خايفين من اللي هيحصل لما بابا يرجع من الصفر ويكتشف اللي ماما عملته من وراه بس قدام شوية أنا وإخواتي تفاجئنا زي بابا بالضبط لما اكتشفنا اللي عملته ماما ماما رافعت قضية خلع على بابا واستغلت ظرف صفره عشان تدعم موقفها في القضية وبعد مدة أبويا جي وفوق باللي حصل وقبل ما يفوق من ضربة إن ماما رجعت تعيش في اسكندرية من وراه خد الخبطة التانية وراها على طول لما اكتشف إنها عايزة تخلعه طبعا الدنيا ولعت بس الغريبة إن بابا ما كانش موافق على إنه يسيبها بسهولة لكن ماما اتمسكت بموقفها وأصرت على الخلع فبابا ساعتها قرر إنه هو اللي طلق بعد ما أبويا طلق أمي أخدنا نعيش معاه في الصعيد والصدمة اللي خدتها ساعتها إن أمي سبتنا نروح معاه أنا وإخواتي عادي من غير ما يتهزلها شعرة رجعنا وأبويا اتجاوز واحدة تاني وأمي كمان اتجاوزت في اسكندرية وبعدين أبويا اتطلق مراته التاني وأمي كمان اتطلقت من جزها التاني بعدها أبويا اتجاوز لتالت مر وأمي كمان اتجاوزت من واحد تالت وبعدين أبويا اتطلق مراته التالت وأمي برضو اتطلقت من جزها التالت وبعدها اتجاوزت من واحد رابعة بس أبويا قرر إنه ما يتجوز شو تاني لأ أنا عايزة أقف عند الهدة دي هو ده بجد لأ بسمعه يعني أنتوا داخلين سباق ده فيه ناس بعد أول تجربة الطلاق بتتعقد طبع تقول عمرها ما تتجوز تاني وتقول غلطة وتوبة طيب جبتوا منين القدرة والطاقة إنه كنت تتجوزوا ثلاث أو أربع مرات وربعات السرعة والسهولة دي طب أنت وإخواتك أنت وإخواتك يا حياة كنتوا فيه من كل ده تعالوا نكمل عيشنا حياة في منتهى الصعوبة يا سيلي يكفي بس إن أقولك إنه أمي ما كلمتناش من أول ما اطلقت من أبوي ثبتنا وشلتنا نهائي من دماغها لدرجة إنها ما شافتناش ولا إحنا شفناها أنا وإخواتي سبع سنين سبع سنين ولا نعرف عنها حاجة ما سألتش علينا ودلوقتي أمي بعد كل ده فجأة ظهرت وعايزة تكلمنا وتشوفنا أنا وإخواتي وعايزانا نسافر عندها ورفع قضية عشان تشوفنا وبكل صراحة وأمانة أنا مش عارفة أنا مش عارفة إذا كنت بحبها ولا لأ أنا بقول مفيش حد ما بيحبش أمه بس كل ما افتكر إنها سابتنا وسفرت واتجوزت بدل المرة كذا مرة أحس إنها ما بتحبناش ولا إحنا فرقين معاها وقول بيني وبين نفسي أنا كمان لازم ما أحبهاش زي ما هي ما حبتنيش ما ينفعش نديها فرصة تانية هي اللي بعيتنا وفكرتش فينا مش عارفة يا سيلي ليه حصل معنا كل ده حقيقة متل أغبطة وتيها ومش عارفة أعمل إيه لحد هنا وخلصت رسالة حياة إحنا بنشوف العجب في البرنامج ده بجد يعني الناس بتتخنق على تطبخ ولا ما تطبخش تخسل ولا ما تخسلش إحنا بنشوف العجب بنشوف حاجات أنا عمري بجد ما شفتها في الحياة يا حياة يا مككون سمعتك جوزت مرة مرتين أم عمرت مش عارف إيه بس عادة تحارب عادة تقاوح هيربيت لوحدها بس إن أنا لقي الكلام ده كله في قصة واحدة صعب يعني رسالة حياة اللي فعلاً الظروف حطتها في اختبار صعب جداً مش مبلغة لو قلتنا ده واحد من أصعب الاختبارات اللي ممكن أي حد يمر بيها لأننا ممكن نتوقع الصدمة ونتصالح مع فكرة إن أي شخص يتخلى عنه إخونا يطلع خين إلا الأم الأم اللي هي مصدر كل حاجة حلوة اللي بنتعلم منها كبانات فكرة الأمومة الطبطبة الحنية تكون هي مصدر الشقاء والتعاسة في حكاية حياة أو في أي حكاية طب حياة فعلاً ممكن تكون ما بتحبش مامتها؟ أممكن حد ما تحبش مامتو؟ ولا ده ممكن يكون كلام من وراء قلبها؟ طب وأم حياة تستاهل فرصة تانية بعد اللي عملته؟ طب مش ممكن تكون رجع عشان فائت وتابت؟ ولا رجع عشان خلاص الدنيا سودت في أشقها؟ محتاجت لأم أولادها عشان يساعدوها والزمن جي عليها والدنيا بدأت تديها ظهرها طب أبو حياة هيعمل إيه؟ هيسمح بحاجة زي دي؟ يا أنا قاعدت أفكر كده أنا لو حد جي يحكي لنا القصة دي في الدنيا هل إحنا مؤهلين أننا نديره النصيحة غير الناس المتخصصة؟ ما الطبيعي أي حد يسمع يقولك لا لا إلا الأم طب ونفسية العيال لا ما نجيش على العيال أوعي تكلميها طب وعقوق الوالدين شفت في ثانية خليت دماغته هدي وجيب إزاي؟ خلينا نسأل ناس متخصصة وتقول لنا الرأي بمنتهى الأمانة هنا في القصة حقيقة استنوني بعد الفاصل قصة النهاردة عن حياة ووالدتها اللي وفقت تسيب إسكندرية وتعيش مع جوزها في أسيوت واكتشفت بعد الجواز أنها مش قادرة تكمل حياتها في الصعيد ولما جات لجوزة فرصة شغل في ليبيا خدت ولادها ورجعت بيوم إسكندرية ورفعت عليه قضية خلع ولما رجع الزوج اتفاجئ بالله حصل فطلقها وخد ولاده ورجع بيوم السعيد وبعد سبع سنين مروا من غير ما لأم حتى تسأل على ولادها ظهرت مؤخرة عايزة تشوفهم والسؤال دلوقتي هل منحقها تشوفهم ولا مش منحقها ومنورنا ومشرفانا لهم الهواري أخصائي علم النفس المؤسسي وتحليل السلوك عشان نجاوب على السؤال ده ونشوف هنعمل إيه في قصتك يا حياة زيك يا ريري زيك يا زيك مبروك الموسم الجديد الله يبارك في كيفنا ورانا يا رب اللهم أمين وليلي بقى سمعت قصص أغرب من كده سمعت القصص ألا حاجة محزينة حاجات وجه على القلب مش كده ليه يعني مش الأم دي بتبقى كلها حنان ومومة وإزاي بتعف تنمن غير عيالها لا لو أنا حتكلم هخش المدخل اللي انت بتتكلمي فيه بقى أنا بتكلم على ناس عادية سوية التصرفات الطبيعية لكن بقيت ملبسات القصة اللي احنا قرناها لا ما بتقولش كده يا سالي يعني مفيش حد في سبع سنين بيجوز أربع مرات ولا تلت مرات وي مفيش حد بيعمل هو ده معنا إيه لما حد يجوز كتير هو من الإطار العام للقصة اللي هو وصل لنا زي ما هو وصل مكتوب زي ما وصل بيقول القاتي إن الأب والأم اللي اتنين بيندرجوا تحت حاجة اسمها الشخصية الحدية الشخصية اللي هي الحد المزاج إيه النيد بالنيد يعني لا يعني إيه لا دي بتبقى تصنيف الشخصيات في علم النفس بيسموه المريض السوي أو السوي المريض يعني إيه مش زي بايبولر ده حاجة تانية لا مش بايبولر يخاف ويكره الوحدة ودايما يشكه ودايما يغير في مبادئه وأفكاره واو ده بنسميه الشخصية الحدية فعالات جارفة عالي واطي زي ما هي بتقول في القصة يتخلوا هاوي 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 مع بعض ويتسلحوا ويوعدوا بعض هم نفس الشخصية بالزبت؟ هم اللي اتنين لأنه هو نفس التصرفات لو تأخذ بالك لما قرينا قصة هي نفس التصرفات في اللي اتنين في الحالة دي لازم نقول إن الشخصية دي مش بنسميه مريض سوي أو سوي المريض لي لأنه هو يقدر يعمل كونترول يقدر بالتدريب يقدر بأنه منتبه لهذه الحالة يقومها ويسيطر عليها عشان كده بنقول أنه هو في ما بين الاتنين على الحدود ما بين ده وما بين ده بس هل ده طبيعي؟ لا مش طبيعي مش دايما بنقول أنه أنت مع المقولة دي ولا أنه العكسي في الصفات هنجذب لي أنا ممكن أبقى عصبية عايزة واحد هيدي ممكن أبقى اللاود قوي أو على طول السر في هنا إيه؟ أنا عايز أنا بختار صح؟ مش دي اللي انت بيقولي أنا عايز الابوسيت أنا بدور أنت شايفة أنه طبيعي جداً أنه نحن نجوز في سبع سنين بتقلقت أربع مرات ده بندور على شخصية والإثنين زي بعدة بيعملوا مباراة يعني ده بندور على شخصية؟ لا احنا بندورش على شخصية لأنا قصدي هما جوازهم نحن جواز للجواز لا أنا قصدي هما جوازهم من الأول ممكن تكون جواز للعند أنا قصدي جوازهم من الأول ده كان ميه؟ بصري الجواز أم ت laureade أنا رأي في الي حصل ده كله لو أنت بتكلمي عن تصارفات أحبك الجواز اللي هو الجواز علشان لازم أتجوز الجواز عشان لنفعش يبقى الوحدي لكن هل أنا جواز عاخاش عايزة أتجوز هذا الرجل؟ لا هل أنا بتجوز عشان أتجوزي هذه السيدة؟ هل ده اللي تنسبني؟ هل ده اللي ينسبني؟ هل ده اللي يفتح لي بيتي؟ هل ده اللي يتي تفتح لي بيتي؟ ما دخلش الحوار دا نحن من الجواز للجواز. أنا أريد أن أجوز عشان أريد أن أجوز. طيب السعيد واسكندرية فيه جاب ما بينهم أو فيه فجوة كبيرة ما بينهم أن يتعف تتأقلم. والله يعني هو اللي أنا بقوله تتأقلم ما تتأقلمش. بس هو ده مش كان اللي تفعل أولاني. ارتضت؟ طيب أنا قلت كلام ومش قادر عليه. حلوة أعمل. لو أنا مش قادر عليه. هل أنا ما ينفعش أن يكون زوجي متفاهم هذا الوضع. هو ما كانش فلكسب. ونلاقي ما هو ده اللي أنا بقوله ونلاقي حل في الوسط. طيب لو أنا بقول هذه الشخصية أنت قلت ليبيا. هل لو أقول إن الشخصية دي بتتكره وتخاف من الوحدة. وكمان مش عجبها المكان. تفتكري بالعقل كده هتقدر تقعد يا سالي منطقي إنها هتقدر تقعد. طيب منطقي إنها تروح تعمل فعلة غلط. أنا ما بقولش إن اللي هي عملته ده صح. أنا بقول اللي هي عملته ده غلط. اللي هو على طول أول ما يسافر تاخد بعضها وتجري على هناك تجري على اسكندرية. بس هي راحت عشان إيه زي ما اتبعت عايزة روح لأهلي. عايزة روح لصحابي. عايزة دايما محيطة بناس أعرفهم. أنا كله خوفي وأنا هناك إن أنا لوحدي. طيب وفقت الزيم؟ وكمان أنت سبتني وسفرت. طيب وفقت الزيم الأول. ما هو بصي أنا عايزة أقولك على حاجة ما هو برضو حتة وفقت ولا ما وفقتش يا سالي. دي مش كل العائلات ومش كل الثقافات اللي هي أوكي فيها وفقت فيه اسمها سن جواز. وده راجل مناسب ليكي من وجهة نظرنا كأب وكأم وكلام ده. وأنا لما أكون ابنة كمان بقى جاهزة إن أنا أتجوز وعايزة أتجوز بقى وعايزة أبقى لي بيته وعرفة. عايزة فرح. طلي بالأبيض طليتي. تعالي جب أخويتك. فهل إن ده صح؟ لا مش صح. هل ده طبيعي؟ لا مش طبيعي. وده معناه إيه إن في مشكلة في الشخصية للتنين مش لحد واحد. ومفيش التفاهم ومفيش الندوج اللي يلزم ده. لأن لما البني أدم يبقى ناضج يا سالي يقول إيه؟ آه أنا مش عجبني آه أنا مش مبسوط. بس في مهم وفي أهم. الأهم اللي إيه إن أنا بقيت أم بقيت أب. ملزم مني هذه الأولاد. ما حبش ولادي يشوفوني بصورة مش كويسة. مش ده النضج. طبعا. مش أحب إن أولادي دايما يبقوا أحسن مني. فلازم أكون أنا كويسة عشان قدوة يحتذى بها. طب هل أنا كأم متجوزة 3-4 مرات. وبعدين المرة الأخيرة مش لاقي أحد معايف. فهروح أرجاء لأولادي عشان ما بقاش لوحدة لأن أنا بخاف من الوحدة. عشان إحنا قولنا تحليل الشخصية بتاعتها. ساعاتها أجي أقول. طب أنا بنتي طلعت كده ليه؟ ما هي بنتي حتقلد مين؟ يعني إيه أم تهوت 7 سنين ما تشوفش عائلها؟ قول إيه لأنت. هو ده بجد؟ أيها لا إن هي شخصية. تقول لك راحت من غير ما يتهزلها شعرها؟ لا هو بصي راحت من غير ما يتهزلها شعرها مش عارف إيه. أنا دي ما أقدرش أحط عليها توقل قوي. لأن لهي كانت البنت ما تعرفش. البنت لما تكون صغيرة. وها دلوقتي عندها 16 سنة؟ طيب. يعني القصة اللي احنا بنحكيها دي كان عندها 9 سنين. مأدأ اللي هي أم سابت وهي 8 سنين. سابت 16؟ مايشي 16 بس سنوات قوي. أنا بقي 7 سنين ما عفش عنها حاجة. ما تقولش ما تهزلها شعرها. إحنا ودونا اللي حصل ساعاتها إيه. ممكن ساعاتها يكون اللي كانت مناهرة. طب ما هي ما سألتش نعرف منين. بصي أنا عايز أقولك على حاجة. إحنا هنروح لحطة إنها فعلا ما تهزلها الشعرها. وإنها فعلا هي ما سألتش. مش هقول إنها تفرض عليها إنها يتبقى بعيد. أو إنها هترسم إحنا أفلام بتاعت فتن حماية. مايما أقول حاجات دي. ما إحنا عايشنا برضو. إن همك يشير هير. أنا مش هارفين ومتبقاش حصة كده. نوال. يعني. فمش هنروح حطة إنها فعلا عملت كده. يبقى أرجع تاني أقولك لأنها شخصية حدية. فيها جزء من الأنانية. لو هو التوصيف على رأي اللي إحنا سمعناه. لكن أجن أقولك أنا معرفش إيه اللي حصل. شو يكون أهلها منعوها؟ ممكن جدا. ممكن يكون هو اللي منعها. طب تفتكري حياة ده كم أخت وأخ ما قالتش حيك. ما قالتش. ما قالتش. هي حبيبتي. أنا بحب بتحليلك قول. كل اللي هي فيه دلوقتي البنت مش عارفة تعمل إيه الصحة وإيه الغلط. أنا بقول لحياة أنت في سن حلو قوي. ليه؟ لأن لو بابا كده وماما كده فهو في الأغلب كمان أنتي وكمان 16 سنة. يعني فيها مشاعر جياشة متخبطة. وهي بعدت. قالت كده. قالت أنا مش عارفة أعمل إيه؟ يعني ما بين ده وما بين ده. ما بين الصحة وما بين الغلط. طب أنا حس بإيه؟ كلمة المفروضة حس بإيه؟ دي كلمة صعبة قوي يا سالي دي مش كلمة صحة. ليه؟ أنا مش حاسة بمشاعر خالص. أما هي بتقولك أنا مش عارفة. تبلدت يعني. البنت مش عارفة تحس بإيه؟ ما بين إن هي وحشها مامتها وعايزة بقى في الأم موجودة. وما بين إن هي موجوعة منها فعايزة تدفع مامتها الوجع اللي هي وجعتها. طب تعيب أن أسمع رأي الدين في أم تعمل كده إيه؟ سلام عليكم يا شيخنا. معنا الشيخ ياسر عبد المنعم كبير أئمة بوزارة الأوقاف. سلام عليكم يا شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك؟ أغبر حضرتك إيه؟ الحمد لله يا فندم إزاي أغبر حضرتك؟ الحمد لله. أنا عايز أعرف يا مولانا إيه حكم الشرع في أم غدرت مسكن الزوجية بدون علم وإذن الأب. وبعدين تخلت عن ولادها بعد ما يخدتهم يعني ومشيت. تتخلت عنهم وقعدت سبع سنين ما تسألش عنه. دول السؤالين في سؤال. ماذا؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أم بعض. دوت عندنا بيسمى في الشرع النشوذ. إيه هو النشوذ؟ النشوذ هو الخروج من المنزل بغير إذن الزوج. لا إلى القاضي لطلب الحق منه. ولا إلى اكتساب النفقة إذا لم ينفق عليها الزوج أو امتناعها عنه لغير عزر. يترتب على إيه؟ على هذا النشوذ ثلاث أمور. الأمر الأول اللي هو إن هي آثمة لأن النشوذ حرام شرعا. ترك بيت الزوجية بدون إذن هذا نشوذ. ثاني حاجة يسقط عنها النفقة والسكنة. ثالث حاجة يجوز التأديب والوعز والهج والضرب الغير مبرح. فإذا رجعت سقط ما ترتب على النشوذ. الضرب المبرح؟ الضرب غير مبرح. غير مبرح. طيب أنا عايزة حركة لحاجة مولانا. هي أصلا عملت كل ده ورفعت قضية خلع. ده حكم الشرع إيه؟ يعني مش بنسأل قانونا. بقى بنسأل دينا. ده باسمها إيه في المجتمع؟ ولا بتعمل معها إيه؟ بكفى بالمرء. إثمن أن يضيع من يعول. أنا قبل ما أتجوز يا حضرتك. لازم أعرف الأول هل الزوج دوت مناسب ليه؟ هل الطبيعة ديت مناسبة ليه؟ ولا لا؟ ليه؟ لأنها هي ترتب على هذا الجواج أولاد. هي ترتب على هذا الجواج أولاد. ده هيخدني بقى لسؤالك يا مولانا. لتكملة قصدي. رد حضرتك بعد إذنك لسؤالي اللي جاي. إنه بعد سبع سنين أنا أطعم عيالي. وما سألتش عليهم. ما عرفش هم بيناموه إزاي بيأكلوا إيه؟ هي عايزة تشوفهم ليه؟ ده أنا ده ده ده. زي ما الدكتور قالك كده. لابد أن تروح يعني استشارة على طول الطبيب نفسي. استشارة طبيب نفسي لأن هذه النوعية النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الزوج والزوجة قال كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعياتك. أنت مش مسؤولة بس عن نفسك. أنت مش مسؤولة عن نزواتك فقط. أنت مش مسؤولة عن شهواتك فقط. هناك أطفال وهناك أولاد وهناك أسرة. كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعياتك. حتى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المرأة قال والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها يبقى هنا تركت المسؤولية بتاعتها دي أولا ثانيا ارتكبت اسم لأنها ضيعت أولادها طيب حركت بتقول إيه البنتها يا صاحبة الرسالة لا أقول لبنتها إن الآباء والأمهات ما بيدعتبوش جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أشكو إليك سوء خلق أمي نفس الحالة هي نفس الحالة إني أشكو إليك سوء خلق أمي قال النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن سيئة الخلق حين حملتك في بطنها تسعة أشهر قال يا رسول الله إنها سيئة الخلق نحن مش عارفين بقى سيئة الخلق عملت ايه الحديث رجاء مطلق أي حاجة بقى سيئة الخلق ممكن تقتل على بال المستمع أو المشاهد قال يا رسول الله إنها سيئة الخلق قال لم تكن سيئة الخلق حين أرضعتك حولين قال يا رسول الله إنها سيئة الخلق قال لم تكن سيئة الخلق حين أسهرت لك ليلها وأصمأت لك نهارها قال يا رسول الله قد جازيتها ألدت حقها وزيادة قال النبي قال له عملت ايه؟ قال حجشت بها وهي على عنقي يعني ايه؟ يعني يا رسول الله طلعت بيها جبل عرفة وهي على الرأبتي يا رسول الله سعيد بيها بين الصفة والمروة وهي على الرأبتي يا رسول الله طفت بيها حوالين الكعبة وهي على الرأبتي يا رسول الله رحت بيها المزدرفة وبيت من المزدرفة وهي على الرأبتي عملت كل أفعال الحج وهي على الرأبتي فهل جازيتها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء زيتواء الأب والأم يا حياة لا يعاتبوا بل نتمنى رضاهم حتى ولو كان كافرين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والإمام الطبراني والإمام ابن حبان جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله قرأيت إن صليت السلوات الخمس اسمع حضرتك عشان نعرف إن طاعة الوالدين حتى ولو كانوا غير صارحين واجبة طبعا أنا بقى عايزة سألحرك بقى يا مولانا أنا بقى يا رب تكون الفكرة وسطت لحياة بس أنا بقى عايزك بقى إيه؟ يعني تقول كلمتين ليها وكل الناس بتفرج علينا الصبر والعفو إيه جزاءه عند ربنا يا الله إنت عارفة حضرتك فيه ناس يوم القيامة لتخرج من الكبور إلى الجنة لا إله إلا الله لا في حشر ولا في صراط ولا في سؤال ولا في اعتاب ولا أي حاجة يخرجون من الجنة صراعا إلى يخرجون من الكبور صراعا إلى الجنة اللي وقف على الباب رضوان خازن الجنة اسمعي يا حياة أنت رحين فين؟ هي بوابة من غير بواب تروحين فين؟ قالوا ألم تعلم من نحن؟ نحن أهل الفضل قالوا بما فضلت أو بما فضلتم؟ ليه أبنا فضلكم؟ قالوا كنا إذا ظلمنا صبرنا الله وإذا جهل علينا حلمنا نحاول الله وإذا أسيئ إلينا غفرنا فيقول لهم رضوان ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين يا حياة الله عز وجل يقول فمن عفى وأصلح فأجره على الله يا حياة الله عز النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا بأن العفو ليس له جزاء إلا الجنة فنحفو ونصف والله عز وجل يعني يصبرك عاوز أقول لك يا حياة أكسر من الزكر وأكسر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يلين قلبك وحتى يلين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال تحلم على من جهل عليك وتعفو عن من ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك وقال النبي صلى الله عليه وسلم سلاسة من كن فيه حسبه الله حسابا يسيرا وأدخله الجنة برحمته لا إله إلا الله قالوا ما هي يا رسول الله قال تعطي من حرمك وتصل من قطعك وتعفو عن من ظلمك فإذا فعلت ذلك دخلت الجنة جهاد يا مولانا جهاد كل ابن آدم خطاء طبعا كل ابن آدم خطاء وبعدين الوالدين مينفاحش نعاتبهم لأن رضى الله من رضى الوالدين ربنا يبرك لك يا مولانا أنا عايزة بقى أسألك كمان تقول إيه لطلقها وأب ولدها وأي حد أنا مش بكلم قانونا لأنه أنا ما أفقهش كتير في القانون أنا بكلم كدين أنه أب يحرم أم من ولدها تقول لهم إيه الظلم ظلمات يوم القيامة هذا ظلم يقول الله عز وجل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس وقال تعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الكدسي قال رب العالمين اشتد غضبي على من ظلم من لم يجد له ناصر الغيري هذا ظلم إنك أنت تحرم أم من أولادها وبعدين في حكاية القصة نرى أن الاثنين غلطانين الاثنين غلطانين أنت حضرتك يعني أنت سفرت وسبت زوجتك وخرجت من غير ما تحل المشكلة أو من غير ما تثبت البيت أو من غير ما تلاقي هناك في حل الهدي المشكلة أنت هربت وسبت الزوجة كلكم رائعين وكلكم مسؤولين على الرقم أنا بشكرك يا شيخ أنا بشكرك ونورتنا ويرب يجعلك سبب دايما شيخ ياسر عبد المنعم كبير أئمة بوزارة الأوقاف أنا بشكرك جدا ونورتني هرجعلك باري ها بسمعتي بقى والدرس دين نتعلمه منه نعمل إيه بقى يعني أنا بقى دلوقتي عايز أعرف يعني هيدلوقتي راجع لي الأول مش أقولك بمتة قبلها ولا أولا بس هي راجع لي الدنيا دلاثة هره طيب تاني هذه الشخصية حدية الحدية دي الشخصية دي بتتقلب في مبادئها وتتقلب في اعتقدتها واللي هي بتعترف بي أو اللي هي القيم بتاعتها داي الست دلوقتي السيناريو اللي أنا شايفاه يعني بيتعمل ايه رجعلي ست اللي جوزت مرة واثنين ودلتها واربعة داي الاربعة ما مشيتش دلحال أجان إحنا عايزين العزوة أنا عايزة الناس اللي هما بتوعي إن حد قال لها إيه طب ما أنت عندك ولاد مولادك عزوتك دي جاي عشان حد قال لها هي مش ندمانة هي موحش وهيش لا 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 هي ما قدرش أقول إنها مش ندمان أكيد ندمانة لأن إحنا بنقول أنا مرة بقى صح بس هي بتقول إيه الشخصية دي بتقول إيه في دمخة لا الصح إن أنا لازم أخذ بالي من أولادي وأنا فعلا غلط وأنا فعلا ضميري بيوجعني ولازم أعوضهم عن السنين اللي أنا سبتهم فيه ده جزء فيها بالكلم جزء الثاني عشان هذه إنها وعية من الشخصية بتقول إيه بس أنا ما بقدرش وأنا ضعيفة وأنا جوء وهم عملوا فيه وهم ليه ما سألوش علي وهم ليه ما تواصلوش ووقفوا قدام أبوهم ويقولي شايف الصراع بمعمل ديزاني الصراع دي عايشة ليه عايش صعبة قوي وبالتالي أنا بقول إيه لا هي محتاجة إن هي تاخد بلها أو تتعالج أو تعرف إيه المشكلة اللي عندها طيب والأب وتعالج طيب زي ما شيخنا قال الأب هي تعالج الثانين والأب هي تعالجه كمان الأتنين شخصيتهم زي ما بعض يعني هايزا أقولك على حاجة طيب هذا الأب هذا الأب زي ما شيخ قال إن كلهم مسؤولين عن رعيتهم طيب وفعلا زي ما قلنا برضو في أول الحلقة طيب أنت عارف هي ظروفها إيه وعارف إن هي قاعد عشانك إنت وهي كانت عايز ترجع تبقى وسط أهلها أو أصحابها تروح إنت سايبها ومسافر يعني هي قاعدة في أسيط عشانك تروح سايبها ومسافر يعني اللي فطرة وحش برد صح تعالي ودايما أنا أقول للراجل إيه مش فاكرة حلقة قلت لك الست هي ميزان البيت فاكرة لما قلت لك كده مزاجها لما بيبقى كويس البيت كله بيبقى حلو لما هي تبقى راضية وهدية نفس البيت بيبقى راضي وهدي طب أنا مش أنا كراجل زكي بلاش أقول مسؤول وبلاش أقول إن أنا فاهم يعني إيه مسؤولية بلاش هقول أنا زكي وبلعب بالبيت والحاجر عشان ده اللي ماشي في الأيام دي ووسط الناس إن أنا اللي بعرف اللي ما بيتعرف دي هاي طب إنت لو راجل زكي يا سيد الرجال مش تبقى متطمن إن البيت هادي والست هادي عشان تعرف تاخد بالها من بيتها وهي راضية ومكفية عشان تعرف تسافر ليبيا وترجع مش كده ولا إيه يبقى الغلط في الاتنين مش دي مشكلتنا أنا بيكلم على البنت دلوقتي حياة اللي هي بعتت لنا اللي هي في حالة نفسية غير طبيعية ومش عارفة إيه الصح من الغلط من كل ريتر اللي هي بتسمعه أوكي فنقول لها إيه أو دي اللي تهمني لأن ده المستقبل يا سيد ولما يبحد بابا ومامته كده بيطلع لازم يطلعوا كم مرسلين بص يخلق من ظهر العالم فاسد من ظهر الفاسد العالم يعني مش قاعدة يعني مش قاعدة مش قاعدة ليه لأن إحنا بنتكلم معاه يعني إحنا بنقولها هو خذ بالك الطريق التصرفات الأم مش صح طريق التصرفات الأب مش صح بس شيخنا قال إيه إن لازم رضاهم دحاء رضا الوالدين من رضا الرب وبالتالي لازم نبقى نحوز أو نسعى وراء رضاهم طيب لو رضا ده عكس رضا ده إحنا في المشكلة بتاعت حياة إن هي لو راحت لماما بابا يزعل هو راحت لماما بابا ماما يزعل تعمل إيه الجد؟ وبالتالي بتطبي من واحدة عندها 16 سنة أنها تلعب الميزان ما بين اتنين يبقى على الأقل ضغط ضغط فضيع ضغط فضيع الواحدة عندها 16 سنة أنا سألي هي نفسها متخبطة وفي صراع ما بينها وما بين نفسها لأنها في مرحلة النضوج والبلوغ ما هو برضو إفطرة وحش يعني طيب البنت دين سندها إزاي؟ نقول لها حبيبتي مفيش حاجة اسمها أبيض وسود يعني هو مش لازم أزعل ده عشان أزعل ده ومش لازم أبقى أنا رضيعة ومبسوطة وبحبه ومشعري جرفة ناحية ماما في يوم وليلة غلط نبتدي الأول بالإيه؟ بالمعروف يعني لو هي تكلمت أهلا يا ماما زي حضرتك عاملة إيه وحشتينا يا رب تكوني بخير مش لازم أنا بحبها قوي بس الكلمة الكويسة نا أحترم نفسي ها مش كده ولا إيه؟ طبعا ومش لازم نجي نروح لبابا لا أنا لازم أتكلم ماما 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 مش عارف لا يا بابا يعني عشان ربنا ما يزعلش منا طب بس نقول لها كلمة كويسة إحنا مش هنروح لها لو دايزة عليك بس نكلمها نودها عشان ربنا يعني هي البنت كل اللي هي إحنا مطلوب منها دلوقتي إنها غصبا عنها لازم تيجي على نفسها طب يا حبيبتي بنقول لك إيه؟ البني آدم اللي بيمر في ظروف صعبة بيبقى دايما بني آدم قوي ودايما نقول اللي ربنا بيحبه هو اللي يحط دايما في طريقه السعاب عشان يقويه وعشان ينوبه سواب طبعا صح ولا إيه؟ طبعا فبالعكس نحن نقول لك أنت ربنا بيحبك بيحبك ليه؟ عشان حطك في موقف صعب وبيعلمك منه عشان يقويك عشان ما تغلطيش غلطة ماما عشان ما تغلطيش غلطة بابا عشان يا حبيبتي لما يجي واحد يتجوزك تعرفي هو مين وتعرفي لو العيشة دي تريحك ولا لأ ولو آه يبقى آه ولو لأ يبقى لأ لأن أنا خايفة أني تكون من كتر الضغط عليك هتبقي عايزة تتجوزي عشان تطلعي من بره البيت تطلعي من الظروف دي تهربي من الظروف دي وتسيب أخوتها وتقول أنا عايزة أهرب وها طلع ما هو إحنا لما بيجي أقول لنا بتعلم هتعلم من مين أم طيب ولوما عملت إيه يا سالي عشان كده أنا بقولك أنا خوفي خلص ما اللي كبر كبر ما كل واحد عاش حياته زي ما هو عايز يعيشها اللي عايز يجوز يجوز والعايز يسيب يسيب والعايز يسافر يسافر وعملوا كل اللي نفسهم فيه من غير أي انتباه ولا أي تحمل المسئولية للولاد سنية تبعت أنا شايفها بداية إيجابية قوي آه جدا جدا تشوفها ولا ما تشوفها إيش لا بصي تشوفها آه لو ست طلبت وبابا قال آه يبقى آه من ورى بابا لا ليه ليه يا سالي علشان ما تعملش نفس اللي مامتها عملته ومن ورى الأب لا بادام أنا قررت إن أنا أواجه يبقى أواجه طب هو طب يا بابا نقبلها وانت موجود أو عمي موجود أو جدتي موجودة أو كبار البلد أو آه لأشان مش عشانها يا بابا وهي غلطت وأنا معاك إنها غلطت بس ده عشان خطر ربنا لإن ربنا حسين وحيحسبنا إحنا على تصرفاتها وحاسبها على تصرفاتها ممكن أخذ وجهة نظر تاني؟ ليه باني إن هي الغلطت؟ ليه مش باني إن هو برضو راح ليبيا؟ عايزة تقعد في أهل في بيت أهله أنا قلت الاثنين غلطانين آه صحيح طب مين غلطه أكبر لو أنا هقدر أقارن أو أقيس؟ أقول لك الحقيقة الراجل عشان بإفقاررك إحنا مع الستات لا إحنا مع الحق إحنا مع الحق لستات ورغيره ليه الراجل؟ لأ إنك عايز تقول أنا راجل وأنا قادر على البيت يبقى زي ما شيخنا قال إيه وكل مسؤول عن رعياته كلام ما كلمشي لما تبقى ليده إنت إهتميت بحالة الزوجة؟ هل إنت شفت لها حل زي ما شيخنا قال قبل ما تسافر وتسيبها وهي خايفة وبتكره الوحدة؟ لا ما عملتش اللي عليك هل هي رد فعلها كان صح؟ لا غلط إحنا ما بنقولش إن هي صحة لا بنقولها غلط 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 لأن الأمومة غير الأبوبة فالأبوبة لها سمات السمات إن أنت تحافظ على مراتك وأولادك والأم الأمومة اللي هي المفروض قلبك يوجعك على أولادك زي ما بنقول تمام؟ يعني ما تشوفيش منغيش؟ علم بابا أيوة يا سالي أيوة أنت عايزاني أقولك تروح تشوف أمها من وراء أبوها؟ لا مش هقول تمه لو هو قال لي لا أو يا أمامتي ما وكده بيعمل حاجة حرام يبقى إحنا نعمل اللي علينا لآخر لحظة لكن لكن لآخر لحظة اللي هو نحاول مر واثنين وثلاثة ما أنا ما قلتش أبيض واسود إحنا بنقول إيه مش كل حاجة بتتاخد ما هي نفس القصة للأب ما هو الأب ده بني آدم؟ فريدي الأم خسرة القضية ما هو ده بقى اللي هو يعني استغفر الله العظيم يا رب مش قادر مش لقيالها لفظ غير العك ما هو ده بقى العك اللي بعينه بقى اللي هو يا ستي ما أنت قلب الدنيا ومولعها نار والراجل شايل منك والعيال مش فاهمة الدنيا تروح تروحها كمان ترفعي قضية هو يعني إيه يعني إيه يعني أنا زهانة عن طريقينة ليه؟ 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 بالأدب وبالحج ما بالزبط مش أنت عايزة تتسامحي فين اللين وفين المواد طب مش ممكن تكون راحت بالحب وترفضت ولا عشان هي رفعت خلع إحنا وغدين مبيتين النية بقى هل أنت مسؤولة عن تصرفاتي أو عن اللي أنا بقول في الحلقة دي؟ نا بس أنا بشير الليلة أرموزيح بيشير طبع بشير الليلة أكيد لازم تشير الليلة أرموزيح هم مسؤولة عن برنامج لكن مش مسؤولة عن الكلام اللي بيخرج منك كالعامة دي تلعت على لسانك لكن هل أنت مسؤولة عن كلامك؟ هل أنت بتعملي كنترول على مشاعرك وكلامك قدام الكاميرا؟ لازم يعني كل واحد لحدود الأولى المسؤولية مسؤوليته على نفسه لأن لو سابوني بعد برنامج قصة حقيقية ده أنا لو شفت أحد أنا عارفة لا مش عارفة أنا مش أعمل إيه في الشارع لو سابوني يقول له جوايه بجد لا جوايه كتير يا خربي والله أنا متأكدة لربنا لا كتير كتير أنا معجبة بالسيطار يا الله شفتي أنا بره أتجل هنا أمسك نفسي وفي الراحة أكلم الناس بالراحة لا أنا شفت العجب أنا شفت العجب وجزاكي خيرا أكثر منه أضعف أضعف نورتني يا ريجي سعيدة بك وكل سنة وأنت طيبين موسيم سعيد يا ربي وأنت طيبة شكرا حبيبتي شكرا أنا بالي رأي تاني وأول مرة ممكن أعرض ريهان استنوني بعد الفاصل موسيقى اتعلمت هنا في قصة حقيقة من الحكايات والمشاكل اللي بجي لنا إن زي ما في عقوق للأباء من ولدهم في كمان عقوق للأبناء من أباءهم وده اللي حصل في قصتك يا حياة أنت وإخواتك تعرضتوا لظلم وأنانية من أكتر حد المفروض يكون مصدر حب وتضحية وأمان الأم بس هو مش الأم باس والأب كمان يا حياة بس هي اللي راجع وندمينا الصدمة من أقرب إنسانة ليكو متكون صعب فأهم مشاعرك إنه متخلت عنا ما سألتش علينا راح تشوف حياتها متخيلة قد إيه ده سايب فيكي واجعة بس في نقطة مهمة أوي محتاجين نحطها في الاعتبار بعد إذنك إن الطبيعي إننا نحب الناس الكويسة الطيبة اللي عملت معنا مواقف حلو بس فين بقى الفضل والحاجة المميزة في حاجة زي دي ما الطبيعي اللي بيحبني هحبه واللي يعمل معي موقف كده عنا أو أستجدعه أو يقف معي هفضل فكرة هيلو طب اللي يعمل معي بقى موقف وحش ببعدو من حياتي وده الطبيعي اعتزل ما يؤذيك بس أحياناً وبده بجد مش كلامه وخلاص الأحلى والأجمل من الطبيعي بقى إن أنا قابل الإثاءة بالأحسان أعفو عند المقدرة ودي قوة مش ضعف إن يبقى عندك حق إنك تكره أو حد جي عليك قوي بس ما تكرهش بس دي مامتك مش أي حد يعني لأ مش إحنا بمعقولة إحنا لنحن نقلبك على مامتك كده مش فاكرة لها حتى ولا حاجة حلوة وسمعتي كمان مع أنا فضلت الشيخ في المداخلة ومنه جزائل عفو إيه وإنتي اسمك حلو يا حياة حياة دنيا عيشيها بحلوها ومرها مش كلها وحشة وكلها حلوة مليانة فيها كتير شيلي من قلبك الحاجات الوحشة دي سامحي خليكي واثقة إن الكرم ربنا في اللي جاي مش هتلاقي زيه مش هتلاقي عوض زيه سمعتي كمان كلام دكتور ريهم معينا في الفقرة رفعتت وسمعتي كمان كلام فضلت الشيخ وأنا بحاول أتكلم معي دلوقتي فممكن تفكري مع نفسك على فكرة إنتي لو مش بعت الرسالة يبقى إنتي قفلتي خلاص ومبتحبهاش إنتي بعت عشان لسه عندك زرت شك أكيد مليانة حب فيش حد يارفكرة مهمة عمرت دي مهمتك بعدين مش ممكن تكون هي اتجوزت وغلطت وندمينا ورجع تعرف إنتي اليوم كان بيعدي عليها إزاي من غيركو؟ تعالي نجرب ونشوف مشان نخسر حاجة سي جدع عشان بعتلنا وفعلا منشوف العجب هنا أستنى منك رسالة جديدة تطمنيني فيها عملت إيه وأستنى من كل اللي تفرجوا علينا سمعوا قصة حياة يحطوا نفسهم مكان أنا كمان عايز أسمع لما الأم بتنفصل وبتتجوز مرة واثنين وثلاثة لأن أنا شوفتها في الدنيا شوفتها في وسط ناس حوالي أنه غزبنا عنها ظروفها وإحنا مش بنقول لا بس ظروفها ده بيعمل إيه في نفسياتكو؟ وانتيجوا نتعلم من بعد ابعتلنا على فيسبوك وتويتر وإنستجرام وواتساب كمان وقلونا عاشتوا قصة زي دي؟ طب تفتكروا حياة تشوفها؟ ولا متشوفاش؟ وحكموا ضميركم ونتقابل في حلقة جديدة وقصة تاني بأبطال تانين في قصة حقيقة باي باي موسيقى موسيقى